نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان ايا السادة السلام عليكم ورحمة الله اعطاني مضيفنا خيط البداية في زيارتنا لمكتبته فقد تذكرت وانا اتفقد الرفوف هنا فوزيره الناقضة التي يكتبها لنا احيانا فمكتبته ايضا مجموعة من الفوزير سوف يحلها لنا او نحلها معه خلال رحلتنا بين معرفها المتعددة المتباعدة والغريبة ايضا الشاردة والجامحة احيانا اخرى على اية حال هي مكتبة صحفية غزيرة المعرفة لها مثل ما للمكتبات الصحفية الاصيلة من ملامح وقسمات سنتعرف عليها خلال هذه الزيارة للمكتبة التي يمتلكها الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح حافظ والحيحنا سعداء بزيارة مكتبة الاستاذ صلاح وزي ما قلت لحضرتك انا بعتبر ان مكتبتك فيها مجموعة من الفوزير اهلا استاذ صلاح والله انا سعيد بزيارتك للمكتبة ومكسوف منها الحقيقة لا مش مكسوف ده يعني انا عايز اقول ان دلوقتي من الحلقات او الزيارات القليلة التي اجد ان البيت بيدخل في المكتبة يعني هنا مكتبة وداخلها بيت ويمكن الزوجة هنا الاستاذة اهالة الحفناوي الشاعرة والكاتبة ايضا هي زوجة للاستاذ صلاح حافظ وازن ان لها برضو فضل كبير في هذه المكتبة او ايه او جانب كبير؟ هو ده صحيح كان المفروض الحقيقة يبقى برنامج اسمه زيارة لمكتبة فلان وفلانة انه الحقيقة برضو المكون المكتبة هو احنا الاتنين صحيح يعني نحن نتبارى في شراء الكتب واحيانا نتخانق على الكتاب الجديد مني اقراه الاول وفي اغلب الاحيان طبعا هالة هي اللي بتقرأ الاول هي اللي بتنتصر هي بتنتصر لسبب بسيط ان انا بيبقى علي مقالات لازم اكتبها بسرعة وما قدرش اتأخر ولا حاجة فتنتهي زي الفرصة وتبدأ اولا يعني هي بعد الانف الوانزة من شاء الله احنا هنزور رفوف مكتبتها يا اهلا هلتكلم عنها النهاردة بس النهاردة نتكلم اهلا لكن اهلا بيكو وعاوز اقولك انه لما هتزوري مكتبة هالة الحفناوي هتلقيها هي نفس المكتبة دي اهلا ويمكن اقولك على ملاحظة سر يمكن ما تخدش بالك منه لما هتلقي هنا كتب في النقد الادبي ودواوين شعر تبقى بتاعة هالة لما تلقي كتب في المطبخ تبقى بتاعتي انا ده حل اول فزورة كتب الطبخ هنا يعني لما نيجي نسأل ونحاول نعرف ايه الحكاية حنلاقيها لفلان وليست لفلانة سيد صلاح حافظ بدأت معك هواية المطبخ بتمارسها لغاية النهاردة اه على طول لانه انا يعني اعشق عملية الطهي واجد فيها نوع من الخلق ونوع من التصور اه انا اه بستغرب ليه الناس بتنظر الى عملية الطهي دي على انها حاجة على هامش الحياة بينما الحقيقة انهم بيأكلوا ثلاث مرات في اليوم اه لو تلاحظي انه الانسان هو المخلوق الحي الوحيد الذي يطهو طعامه جميع المخلوقات تأكل طعامها كما تجدوا في الطبيعة دون اي اعداد ايضا حتلاحظي انه الحضارات العريقة المطبخ جزء من شخصيتها في حضارة الصين لها انجبت المطبخ الصيني الهند عندها المطبخ الهندي وهناك المطبخ التركي وهناك المطبخ اليوناني وكلها مميزة وزاد طابع مميز له اصوله التاريخية وله جزور في شخصيات هذه الشعوب نفسها فده يعني خلاني من زمان انتبه لهذه الظاهرة طبعا انا الاول انا طبخت كده زي اي واحد ما بيطبخ لكن بعد كده انتبهت الى هذه الظاهرة وانا عندي كتب هنا لمطابخ الشعوب المختلفة يعني اتعمقت في مغزى المطبخ واتصاله بالحضارة مثلا زي محيطك دلوقتي بتقول وغيرها بقى من المفاهيم الصحية والاجتماعية اه وفي اصول جزور هذه الصور من الاطعمة جزورها جاي منين جزء من الجزور الخامة الطبيعية الموجودة اذا كانوا رعاه مثلا فحتلقي ليهم يعني اطعمة من باعها الالبان من باعها اللحوم اساسا بتليهم متفوقين في هذا الاتجاه في مناطق اخرى مثلا امريكا اللاتينية لانها بلاد استوائية تقريبا هتلقي انه الحاجات الحريفة والحرائة ودي مش صدفة الحاجات الحريفة والحرائة تؤدي الى ان الجسم يتخلص من عرق اكثر فيساعد على ترطيب نفسه الحاجات دي ما هي الصدفة من الاشياء الممتعة ان الواحد يتأمل ده زي ما الانسان يسعد عندما يتأمل مثلا ملامح العمارة اليونانية ويميز بينها وبين العمارة الاسلامية الى اخيره ايضا يستمتع بانه يميز بين صور الاطعمة وصور اعداد الطعام المختلفة عند الشعوب المختلفة يعني بنقول هكذا تحول الطبخ وعملية الطبخ او هواية المطبخ عند الكاتب والصحفي تحولت الى موضوع ادبي غاصفي واستحضر او استقدم الحضارة والتاريخ والجغرافيا ايضا وغيرها من الموضوعات يعني وبعدين اضاف اليها فعلا الحرفة او العملية المادية للطبخ بحيث انا شايفة انه ابتداء من كتاب قديم بعنوان التدبير المنزلي الحديث وده واضح انه قديم جدا لانه الطبعة سنة 1911 الى احدث الاكلات مثلا الاوروبية الهندية الصينية ويمكن دوائر معارف خاصة بالطهي لابد ان احنا نذكر للسادة المستمعين ان الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح حافظ اللي بنزور مكتبته النهاردة دارس للطب ومش عارفة ده يمكن له برضو دخل باهتمامك بالمطبخ والطهي والانسان وبرضو في ملحوظة تانية بالنسبة لاهتمامك بالمطبخ وانك يعني لم تتعرض للسمنة وبالعكس بتصور ان بعيد تماما عنها يعني فده كويس جدا واضح انه حتى الاسس الطبية للهواية دي بتراعيها تماما استاذ صلاح لو سمحت انا يعني بشكل عامل انه صعب جدا ان احنا نحدد اقسام رئيسية للمكتبة هنا وانا قلت ان في ملامح بتشترك فيها المكتبات الصحفية ملامح بقى المكتبة الصحفية لحضرتك بالتحديد هو اولا المكتبة الحقيقة انا مش مرتبها ابدا وانا عندما ابحث عن كتاب احيانا نقعد ساعة عشان اقلقها ولذلك يعني يمكن اللي انا اقدر القها بسهولة هو المجموعة اللي انا احططها جنبي في القوضة اللي بكتب فيها يعني في حجرة المكتب اللي بكتب فيها ده زي ما انت شايفة مكتب دي موزعة في الطرقات وفي الصالة وفي الصالون ويعني موزعة على حجرات البيت كله لكن في قضة حجرة مكتبي اللي بشتغل فيها هتلاحظي ان انا حاطط جنبي مجموعة المراجع التي احتاج اليها عندما اكتب ودي هي الحجرة اللي احنا بنسجل منها فعلا دلوقتي يعني القواميس اللغوية سواء العربية او الاجنبية الموسوعة بتاعة البلدان الموسوعة الصحية الموسوعة الاعشاب موسوعة تاريخية المجموعات دي اللي هي يحتاج اليها الانسان عندما يكتب الاطالس والخرط والقوائم المدن ومواقعها في العالم دي طبعا ما تعتبرش نوع من الثقافة لانه محدش بيجيب موسوعة ويقعد يقراها يعني انما هي المصادر المعرفة اللي يلجأ اليها الانسان عندما يكتب والصحفي بالذات اه طبيعي لانه الصحفي عمله يلزمه ان يكون متحقق من اللي بيقوله ومن اللي بيكتبه ومن معلوماته فلابد ان يعود الى المراجع بين وقتا واخر بحيث يبقى ضامن انه بيقول لقارئه اشياء حقيقية مش بالسماع يعني ما ياخدهاش بالسماع فده اللي هتلقيه الجزء اللي اقدر احطي ايدي يقلقاه يعني ولكن الى حد ما اهو بحاول هتلقيه انه الرف العلوي ده اه كله بقسمية اه كتب ذات طابع عربي واسلام يعني انا شايف عدم احمد امين بتاعت فجر الاسلام وظهر الاسلام اه التفسير للقرآن الكريم اه ايضا حتى الاناجيل موجودة اه في نفس الرفوف دي الكتب المثلا الاغاني يعني كل ما هو تراث عربي قدرت اعزله الى حد ما لكن ده ما يمنعش انك هتلقي كتب تراث عربي محترى في مختلف انحاء البيت يعني الجزء ممكن المباثر اللي قدامي دلوقتي يعني مثلا انا شايفة كتب سياسية جنبها اه كتب مختلفة انا شايفة مثلا ملفات السويس للاستاذ محمد حسنين هيكل اه يجاوروا اه الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل بعدين مثلا مذكرة التكنولوجيا المتقدمة وفرصة العرب للدخول في مدمرها اه معهم صحيح مسلم الاحاديث النبوية ومثلا في بعدهم بعد الصحيح مسلم ومجموعة هذا المرجع او الكتاب مجموعة مجلة روزو اليوسف بتجاورها وانا بتذكر دلوقتي لستاذ العقاد لما قال ان كتبي وما فيها لو نطقه لا خرجت مفرقعات وقنابل بين الافكار والمعارف المختلفة انا بتصور ان ممكن يحصل هنا بالضبط انا بتهالي كده برضو لانه هتلقي في الرف الوراية ده على طول مجموعة كتب اجنبية بالانجليزية عن اسبانيا تاريخ الاسباني غزو العرب لاسبانيا طرد العرب من اسبانيا وبيجوارهم على طول كتاب فقه السنة للشيخ سيد ساب ما انا بقول كده اه يمكن برضو اه يعني مش عارفها هل لم تبتعد بمعلوماتك الطبية اه يعني كدارس للطب في البداية بحيث انا شايفة ان فيه مثلا كتاب عن الهيربز اللي هو العشاب ومجموعة انسيكلوبيديا دوائر معارف طبية اه وغيرها يعني هل دي موجودة من فترة ماضت ولا ما زلت متصل الى حد ما بشكل او باخر مش عارفة المسألة بالنسبة لي ما هيش يعني مش مهنة الطب ما هوش مهنة بالنسبة لي الطب نوع من المعرفة وهو من اغنى المعارف في العالم لانه يتضمن النبات والحيوان والكيميا والطبيعة والانسانيات اه يعني الطب حقيقي جمع لعدد كبير من العلوم وانا بحب العلوم عموما وانا ايضا عندي سمة من سمات حياتي هتعلق بالمعرفة بصرف النظر عن الاستفادة منها ازاي؟ انا احب ان اعرف الشيء اللي معرفوش هتجنن لازم اعرف فاذا ما فيه نظريات نظرية طلعت من زمان اسمها النسبية وبيتكلموا على النسبية والنسبية دي استخدمت في معادلات الزرة وتفجيرها وإلى اخر وإلى اخره طيب يعني ممكن اهو افهم ان هناك نظرية رياضية حلت بعض القضايا العملية بحيث اصبح بالاهتداء بيها تفجر الزرة بالاهتداء بيها امكان غزو الفضاء لكن انا بقى الجنن لازم اعرف النسبية شخصيا فاذا كانت النسبية دي لكي افهمها محتاجة الى ان اكون اولا على علم برياضيات اصغر منها زي التفاضل والتكامل اذا ادرس التفاضل والتكامل وده حصل ويعني جبت واحد وقلت له اقعد اشرح لي العملية التفاضل والتكامل وحلت مسائل عشان اقدر افهم ايه الحدوتة دي اللي اسمها النسبية فالكمبيوتر انا اعطي العقل الالكتروني والبرمجة وكذا وكذا طيب نظريا انا فيها الموضوع لكن انا اسافر قلقى فيه عيال صغيرين كده في لندن دخلين محلات وفيه كمبيوتر واعدين يتكلموا معاه يعني اكتبوا على الزراير ويدلوا اوامر وهو يستجيب فده كان حيجنني يعني انا حسيت انا راجل امي زي واحد قاعد واحد قدامه بيكتب وهو ما بيعرفش شيء يكتب فده شيء يغيظ فروح تشاري كمبيوتر فاجبت الكمبيوتر بدأت تتعلم بعض اللغة طبعا بالكتاب الصغير اللي فيه فعرفت اتعاملوا اياه لكن ده فيه مستوى تاني من المعرفة دي فابتديت اشتري كتب تمكنت من اني اقدر بقى اعمل برامج فعلا فقلفت برنامج لتنظيم المكتب وهو موجود عندي ولكن عاوز يتملي يعني عاوز امليه او اسجل فيه اسماء جميع الكتب بمؤلفيها بموضوعاتها ودي عاوزة سنة علشان الوحيد يعمله عملت برنامج لحساب الضرائب مثلا لكن ما استعملتوش والمهم ان انا خلاص مدام عرفت اعمل برامج استريحت خلاص ولم استفد من الكمبيوتر عمليا يعني ما استخدمتوش استخدام عملي بقى انا بس قهرت الفكرة دي قهرت هذا العجز ان انا الان استطيع ان اضع برنامج لاي شيء انا عايزه لكن بعد كده طلع في دماغي حاجة تاني طب ازاي هو نفس المكنا دي اللي جوه دي بقى الخلايا اللي جواها دي بتحبس الكهرباء ازاي وبتحولها من هنا ل هنا ازاي فابني خريج هندسة بتاع الكترونيكس راح جاب لي كتاب في الديودز ومكونات ايه الديودز دي بقى احدى الخلايا الكهربائية اللي لما يجي لها كهرباء من ناحية تقفل كهرباء من ناحية التانية ويعني فيزيكس بقى دخلت دلوقتي في الطبيعيات بقى ما قعدتش المسألة مسألة برمجة الكمبيوتر وفعلا لما اريد ده اطمئنيت الان الكتب دي والكمبيوتر كاملا هو على الهامش بتاع مكتبتي خلص انتفى دوره بالنسبة لي فالقراءة في رأيي هي امتع شيء في الوجود لانه لما حضرتك بتقري كتاب انت في الواقع فيه شخص بيكلمك فيه انت بتتحدسي مع شخص الكتاب اللي بتقريه ده هو تجربة انسان ويمكن تجربة اجيال وحياة ناس اخرين كل كتاب بتقريه هو حياة اضيفة الى حياتك انا اذا قريت تلات كتب فيهم فانا عشت تلات حيوات كانوا هياخدوا مني وقت طويل علشان اعيشهم والعمر مش حيديني الفرصة دي طيب لابد ان الجو اللي كان مصاحب لفترة الشباب للاستاذ صلاح حافظ كان بيساعد على تنمية هذه الروح بتعشق المعرفة بشكل يمكن دلوقتي فضول شديد جداً حتى دراسة الكمبيوتر نفسه مش برامجه ازاي هو بيشتغل مسلاً هو ده طبيعي يعني انها دي حماسألة انا مليش فضل فيها ولا حاجة انا والدي مدرس يعني من رجال التعليم وعنده مكتبة فمن صغري وانا لسه يعني دو بتعلمت اني ارى قاريت مكتبته طبعاً ما فهمتش حاجة خلص لانها انا لسه عيل يعني انما هو الكتاب امسكه اقعد اقرا فيه خلاص لما اكبر سنة برجع اقرى تاني بفهمه اكتر شوية يعني وهكذا ففي سنة مثلاً عشر سنين ما كانش فيه اي كتاب عند والدي انا ما ريتوش ايضاً انا خالاتي جميعاً متعلمات وخالتي الكبرى من سيدات التعليم الكبار كانت بيلة وزارة التعليم السيدة فردوس سعد ومعروفة فكان البيت بتاع جدي هو بيت مليء بالمصادر المعرفة عن القراءة دار للكتب الاسرية بقى زائد مجموعات الصحف والمجلات جدي كان مشترك في جريدة الاهرام مع ان احنا في قرية في الفيوم وبيجي جورناندا يومياً مع البستجي والبستجي ركب حمار وعنده جنبتين كده فيها الجوابات ومعها جريدة الاهرام فجدي يمسك الجريدة دي يقرأها والكبار من اهل البلد يجوا يقعدوا حواليه وهو يقعد يقرأ لهم ويحكي لهم اللي حاصل في الوقتي وكان فيه ازمة في تشيكسلوفاكيا مع المانيا وكان فيه كذا فكنت طبعاً بقرأ هذا الجورنان ايضاً فانا يعني انا وعيت لقيت امامي الصفحات المكتوبة في كل صورها مجلة وكتاب ونشرة الى اخر يمكن بانقولك دلوقتي ولابد ان احنا حنحتاج الى زيارة اخرى للمكتبة لان ده مجرد استعراض للقراءة وظروف القراءة في حياتك السلاح لو سمحت قولينا بقى بتكتب ازاي شوفي انا بكتب في جميع الظروف وفي جميع وبكافة الصور والاشكال يعني انا اكتب زي ما بيقولوا على الرخامة يعني ايه على الرخامة زمان كانت الصحف دي بتجمع حروف رصاص وتتربط على الرخامة فيجي العامل يقول يا استاذ صلاح فيه نص عمود ناقص هنا فاجيب ورقة واقف على الرخامة واكتب النص العمود ده واقفا على الرخامة في وسط المطبع من غير ما تكون اه يعني محدد او حددت قبل كده اللي حتكتبه او ازا طالما ده ناقص تكمل الموضوع اللي مثلا اللي حديتك تكون كتبته لا مش اكمل موضوع اعمل اعمل موضوع تاني اعمل برواز واكتب مشكلة معينة وقضية معينة اعمل افكار كتيرة موجودة ودي صحافة يعني اصدي ان القضايا الحية الحية المصاربة بتبقى كتير جورنامو بيغطاهاش كلها اعمل ممكن اعمل يعني انه حصل كذا وكذا وكذا واحنا روزين نفهم الشيء الفلاني او اعمل ففي الحال اه افرضي انه الصحفي كان كاتب موضوع وبعدين طرق ظرف ما او تغير ظرف ما الموضوع اللي انا كنت كاتب فيه نشأ يعني نشأ فيه جديد اعم يبقى المقال معاتش صالح لابد ان يكتب غيره اعم او يحدث يعني اضاف اليه الجديد طيب ازا كان ده بقى المطبع بعد ساعة يبقى لازم يكتب في ساعتها اعم فاذا كان في ذلك الوقت انا في البيت يبقى حاعد على المكتب على طول وحكتبه ومليه بالتليفون اه فيه وقت اخر يبقى معروف انا بكتب هذا الباب في اليوم الفلاني فاستطيع قبله بيومين بتلاتة يختمر في ذهني موضوع فاكتبه هذا النوع من الموضوعات عادة يتكتب في دماغي اولا قبل ما اكتبه يعني يتبلور بل بالنسبالي انا يتبلور بكلماته يعني يبتدي اقول ايه ثم اقول ايه ثم اقول ايه في الحالة دي لما قعد اكتب يتكتب في خمس دقايق يخلص لانه بيبقى جاهز خلاص بيبقى حضر في الزهن بعض الموضوعات القضية هي اللي بتفرض نفسها لكن المادة ايه المادة عاوزة بحث هنا بنالجأ بقى للمرجع وبنالجأ الى الجرائد لتناولة الموضوع ده زكاة موجودة وحيانا بنروح الارشيف بدع الصحيفة نفسها عشان نطلع المادة اللازمة ومثل هزي الموضوعات عادة تأخد يعني فترة في الاعداد لانها بتاخد مجهود فانا مقدرش اقولك ان فيه صيغة معينة انا بعملها علشان خاطر اكتب اه اه طبعا انا سني دلوقتي كبير يعني كبرت بقى فما عدتش متعرض للكتابة على الرخامة والحاجات دي اه لكن انا حاليا انا مش بكتب بنظام محدد انما في حاجة تغزني اروح اي مكاتب في حاجة تلفت نظري اقوم اي مكاتب ما فيش في ذهني الموضوع اللي انا كاتبه ده حنشره فين او حنشره يوم ايه يعني التحدي يخدك للألم على طول اهم من من اي شيء عندي رصيد من الموضوعات باطوال مختلفة يعني قصيرة وطويلة وبتاعي المسألة انا اجلس للمكتب وفي ذهني فكرة اريد ان اوصلها الى القارق لما توصل يبقى الموضوع خلص اذا وصلت اذا وصلت في نص عمود اوكي اذا خدت صفحتين زي بعضه اذا كنت هتاخد صفحتين من الجورنان زي بعضه اكتبها برضو واخلي الجورنان يبقى يقسمها وينشرها على حلقات وده طبعا ده نوع من الطرف غير متاح لغيري من الكتاب او بصاصدي من الصحفين العاملين حاملي المسئوليات انما هذا الطرف لم يتح لي الا بعد مبلغة الستين وصرت حسب قانون الصحافة لا استطيع ان اكون صاحب مسئولية ادارية في اي صحيفة فاصبحت كاتب حر سر الفوزير بقى ايه اللي بتكتبها يعني هل الانتشار مثلا الفوزير في الفترة يمكن في فترة ما وخصوصا في رمضان او كده انا متهالي طبعا فوزير رمضان هي اللي ادتني العنوان لكن انا جاوبت على السؤال ده قبل كده في مقال كتابته انه الفضل في الفوزير دي البيروقراطية المصرية لانه تسعين في المية من اللي انا بكتبه او اللي كتبته كفوزير هو تصرفات عجيبة من اجهزة بيروقراطية يتعرض لها المواطنين ويفاجأوا بألغاز في السلوك البيلوقراطي ملاش تفسير يعني تعرضيها على المنطق لا يمكن على القانون لا على مثلا العادة والعرف لا تفاجأي براجل رايح ياخد مثلا بدل فائد للبطاقة فيقولوا هتلينا شهادة الميلاد البطاقة الاصلية اصلا صدرت بشهادة الميلاد بكل الاوراق دي يقولوا لأ هتلينا اوراق دي تاني طيب يروح يجيب الاوراق يقولوا له الصفحة اللي انت مكتوب فيها في الدفتر الصحة مقطوعة بغزت يقولهم طبعا اعمل ايه يقولوا له بقى تروح تطلع حاجة اسمها كشف عيلة يغني عن شهادة الميلاد فيروح يطلب كشف العيلة فقالوا لأ يا سيدي ما نقدرش ندي الكشف العيلة الا اذا جبت لنا شهادة الميلاد كويس طيب دي بزمتك هل يمكن شرحها هل يمكن اعطاء تفسير مبرر او مبرر مقنع لمثل هذا السلوك او مثل هذا التصرف فبتبقى حقيقة في الزهرة وبيبقى يعني لا يعفي الانسان من ضغط الدم بسببها الا انه ياخدها بشكل ينكت على طريقة المصريين فيحط حلول للفوزير مضحكة فيها نوع من السخرية تخفف عن النفس استاذ صلاح طيب لك كم كتاب ناخدهم على وجه التحديد والله هما كروايات روايتين مش اكتر مسرحية اسمها الخبر مسرحية اسمها الغلطة كمية من القصص كبيرة جدا يمكن تتجاوز لتلتمية قصة ولكن لم انشر غير يعني في كتب ونشرتش في كتب غير مجموعتين واحدة اسمها ايام القلق واحدة اسمها الولد الذي جعلنا لا ندفع نقودا نشرت كتاب يعني هو مترجم مع بعض التصرف عن تاريخ العادات الجنسية للانسان ومقصود بها عادات العلاقة بين الرجال والنساء يعني الزواج والطلاق والانفصال والحاجات زي كده زائد ايضا العلاقات الجنسية غير المنتظمة في الحضارات المختلفة من بداية يعني الايام البداية لحد النهاردة بما في ذلك العصور بتاعة المسيحية والعصور الاسلامية الى اخره وايضا انا ترجمت مذكرة شارل شابلين في جزئين ونشرتهم ايضا نشرت كتاب من الادب الفكاهي عن المكاتب المكاتب طب ما دا عن البيرقراطية اه المكاتب عن البيرقراطية اه افتكر يمكن دا كل اللي كتاب دلوقتي بتميل الى الموضوعات الصحفية اللي بتكتب فيها وبتتناول يمكن بعض المظاهر الحياة في المجتمع المصري الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية الى اخره مش كده دا يعني اتجاهك هو عموما انا لم اكتب ادبا الا في الفترات اللي ما كنتش فيها بشتغل في الصحيفة هي دي الفترات اللي كتبت فيها الروايات الفترات اللي كتبت فيها القصص الحديثة لان القصصي القديمة انا كتبتها قبل ما احترف الصحافة كصحافة وهو التناقض الصارخ بين الصحافة والادب يعني الاديب راجل يأخذ يعني الحياة يتأمل للحياة ويخرج بالرحيق الحياة الصحفي راجل مبلغ يومي عن الحياة مشترك في صياغتها في الوقت الحال الحاضر المعاصر اللي اديب عاوز يبقى براها شوية ينخرط فيها ثم يخدم ثم يستخلص وهذه العملية الصحافة لا تسمح له بيها اه انا بقول ان غير الرفوف وما تحمله من كتب وموسوعات وقواميس مختلفة والاشياء التذكرية اللي يمكن واضح طبعا نستقدمها من بلاد مختلفة زرها وشراية الفيديو والكاسات اللي برضو اصبحت دلوقتي بتميز المكتبات ومعرفش شراية فيديو كتير قوي كلها دي افلام ولا ايه ولا اشياء خاصة بتسجلها هو يمكن هتلقي هكون معظمها مسرحيات انا بحب المسرح اكتر من السينما فبسجل معظم المسرحيات اللي بتزعه وبشتري مسرحيات مسجلة لكن فيه ايضا اشريطة هنا تعتبر في الحقيقة كتب زي مثلا الحياة على الارض اه زي ما تقري كتاب عن نشقة الحياة على الارض وعن توزيعها وعن الجيولوجية الكرة ارضية الى اخره بتلقيها في شريط جميل جدا شارح جدا سهل الاستيعاب جدا فالنهاردة دي من الادوات الاساسية في التعليم شرائط الكاسد ايضا ما عادتش فقط شرائط لل يعني للاغاني بس يعني والتسلية يعني مثلا ما فيش شك انه شرائط القرآن الكريم اه دي مرجع يعني هو مثلها مثل المصحف نفسه بتسجل نفس القرآن وتعتبر مرجع ايضا اه مثلا انا اشتريت من هنا محاضرات لطه حسين بتتباع على على شرائط كاسد اه دي ايضا تعتبر كتاب ممكن يبقى فيه كتاب اسمه مجموعة محاضرات طه حسين زي حديث الاربعاء مثلا هو كان مجموعة برضو مقالات ومحاضرات مثلا من اهم الكتب اللي ما صدرتش الحد دلوقتي بس صدرت اخيرا مجموعة الاغاني الوطنية التي ارتبطت بصورة يوليو واللي تقريبا بتقرخها بداية من السد العالي الى الاشتراكية الى الاتحاد الاشتراكي مجموعة عبد الحليم حافظ دي كده بتعتبرها كتاب هام طبعا لانها كتاب للثورة وكتاب للفن الثوري او لفن الثورة خصوصا انه كانوا موفقين جدا لما اصدروها بتقديم الاستاذ جلال معوض لانه صوت جلال معوض الاداعي المعروف طبعا الاداعي طبعا زميلكم ارتبط بالثورة صوت مميز اه تقديمه لهذه المجموعة من اغاني الثورة تقديم ممتاز تقديم جلال لهذه المجموعة حولها الى مرجع حولها الى كتاب لانه اصل الفكرة وتاريخ كل غنية والموضوع اللي بتتناوله وقدمه بشكل ممتاز وهو يعني جلال معوض من الشخصيات التي احترمها جدا في الازاعة المصرية طبعا من اكثر الناس صدقا مش في اداءه وصوته في شخصه كمان انا عرفته شخصية رجل حقيقي صادق حقيقي جاد لا يجامل هو طبعا المجاملات الاجتماعية العادية يعني ده نوع من الزوق يعني فيقدم عليها ببساطة ولكن اذا كانت المسألة حق او لا حق حق او باطل لا يمكن يجامل رجل احترم نفسه دائما حافظ على كرمته دائما صوته نفسه يؤدي هذه المعاني مما يدل انا سمعت زمان من احد الازاعيين الكبار واعتقد انه كان استسكم محمد فتحي طبعا الله يرحمه ده كان له لقب كروان الازاع اه ده كان مرة وكانه اتعملت عليها نكة زمان يعني كده ظريفة دعابات لطيفة يعني انه كان يقول الصوت ده مثقف الصوت ده هازل يعني شخصية الانسان تباب من صوته فالحقيقة انه صوت جلال معاوض معبر عن شخصيته وارتباطه بالثورة المستمر يجعله مؤرخ الثورة صوتا ده عظيم جدا طيب هل بتتصور اساسة لاح حافظ ان الكاسة وشرائة الفيديو تجاور الكتب في المعرفة يعني كمصدر للمعرفة ولا الكتاب له المرتبة الاولى والثانية والثالثة بشكل يعني ساحق يعني بياخد المرتبة الاولى بجدارة الشريط الكاسة وشرائة الفيديو هم مستقبل مستقبل للثقافة انما الكتاب هو ديمومة الثقافة هو الشيء الدائم عظيم طب احنا على ديمومة الكتاب بنقول ان احنا الى الزيارة الثانية للمكتبة التي يمتلكها الاستاذ صلاح حافظ وقدامك دلوقتي على المكتب كتابين يصحبونا في بداية الزيارة القادمة ان شاء الله كتاب البرسترويكا او اعادة البناء لجورباتشوف وكتاب ده اول مرة انا يعني يمكن البرسترويكا احنا بنتكلم عنها وحنحاول ان احنا نقترب منها كثيرا في الزيارة القادمة ان شاء الله الصفوة كتاب الصفوة السياسية في الشرق الاوسط تأليف لينشو فيسكي ترجمة الدكتور عادل مختار الهواري وده انا اول مرة بشوفه الحقيقة ما عرفش ده طبعة ده من دار الموقف العربي لا سنة كم هو يعني سنة سبعة والثمانين لكن النص الاصلي ده مترجم النص الاصلي يتوقف تقريبا عند سنة خمسة وسبعين تقريبا طيب الكتابين دول وغيرهم ان شاء الله يصحبون في الزيارة القادمة والى الاسبوع القادم ان شاء الله لنتابع معا زيارتنا لمكتبة الاستاذ صلاح حافظ يا ستة احنا تشرفنا جدا بهذه الزيارة وفي انتظارك في الاسبوع القادم ان شاء الله وحزاكر الكتابين دول كويس على نظر نكلم فيهم ان شاء الله وشكرا وتحية للاصدقاء المستمعين ولهم ايضا الوعد باللقاء في الاسبوع القادم لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان زيارة لمكتبة فلان اعداد وتقديم نديا صالح